اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قوة جوية من نوعها في الشرق الاوسط وشمال افريقيا قوات جوية فتية سطرت ملاحمة متعاقبة بحروب مصر المعاصرة كانت بدايتها خلال الحرب العالمية الثانية اعقبها قتال جوي مع العدو في حرب فلسطين عام الف وتسعمائة وثمانية واربعين حتى جاءت صفقة الاسلحة التشيكية عام خمسة وخمسين لتبدأ مرحلة جدية من بناء القوات الجوية المصرية النصور المصرية تنهض من جديد بعد عدوان اراد ان يعكر صفو الاجواء المصرية في الخامس من يونيو عام سبعة وستين فبنت قواعد الانطلاع نحو افاق العلم لتحقق انتصارات ساحقة خلال حرب الاستنزاف فقط بعد اربعين يوم من العدوان الغادر ولم تتوقف النصور عن سطر ملاحمها حتى جاء يوم السادس من اكتوبر عام الف وتسعمائة وثلاثة وسبعين انطفض نصور القوات الجوية المصرية محلقين في سماء سينا تهاوت حصون العدو اعقاب الضربات الجوية المركزة لتفتح ابواب النصر المبين لجيش اطلق نيران رد اعتباره دفعة واحدة ونصوره شعاره الى العلم في سبيل الماجد وتوالى تحليق النصور يتنذر العدو بسقوط محسوم في الرابع عشر من اكتوبر اليوم الذي سجل في تاريخ الحروب الحديثة كاطول اشتباك جوي دام لمدة ثلاث وخمسين دقيقة معركة جوية مهيبة شارك فيها ستون طائرة مصرية في مواجهة مائة وعشرين طائرة معادية فاسقطوا منها ثماني عشرة طائرة يوم استحق أن يخلد في التاريخ عيدا لقواتنا الجوية المصرية وتنتهي الحرب بأعظم انتصار عربي في التاريخ الحديث وتفرض مصر السلام من موقع القوة فكر استراتيجي جديد تبنته قيادة سياسية حكيمة وواعية أمكنها تحقيق طفرة غير مسبوقة في قدرات قوات الجوية المصرية بانضمام أحدث الطائرات متعددة المهام من طراز رفال طائرات الميج تسعة وعشرين بالإضافة لطائرات الاف ستاشر بلوك اتنين وخمسين الهليكوبتر الهجومي من طراز أباتشي كامو مي أربعة وعشرين طائرات الإبرار والبحث والإنقاذ من طراز أجوستا هذا بالإضافة إلى ما تم تحديثه من أسطول طائرات النقل الجوي بدخول طائرات النقل من طراز كاسا وطائرات النقل مختلف أنواعها وما كان لتلك القدرات الجديدة أن تؤتي ثمارها دون اهتمام متعاظم ببناء الفرد المقاتل عبر أرقى المنظومات التعليمية بالكلية الجوية هنا يتم الإعداد التخصصي والبدني وتنفيذ التدريب بأحدث الأسليب العلمية داخل معامل ومحاكية الطيران لخلق بيئة مشابهة لظروف العمليات تطوير متلاحق حصلت من خلاله الكلية على خمس شهادات للأيزو لكل منه إدارة الجودة إدارة البيئة إدارة الصحة الغذائية إدارة الصحة والسلامة المهنية إدارة المؤسسات التعليمية كما تم استضافة المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية تحت مسمى التحديات الناشئة ليمثل منصة رئيسية لاستمرار تمكين مصر كمحور بارز في مجال الدفاع العسكري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وامتدت أجنحة القوات الجوية لتلقي بظلالها بجسور جوية للمساعدات الإنسانية جراء الكوارث الطبيعية وكذا المساعدة الغذائية والعلاجية للدول الأكثر احتياجا وأعمال البحث والإنقاذ والإسعاف الطائر والإخلاء الطبي بالتعاون الوثيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة كفاءة قتالية وارتقاء شامل حفز العديد من الدول الشقيقة والصديقة لتنفيذ العديد من التدريبات المشتركة ترجمة نانسي قنقر كان آخرها العرض الجوي بيراميدز اير شو فوق سفح الأهرامات بمشاركة فريق النجوم السوداء الكوري الجنوبي مع فريق النجوم الفضية المصرية وفريق الهلجازل المصرية موسيقى كل ذلك وما زالت الملاحم البطولية لنصور قواتنا الجوية تستمر ليل نهار على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة موسيقى نصور القوات الجوية المصرية يستلهمون القوة بالعهد والقسم بأن تظل رايات الوطن عالية خفاقة تعانق السماء فهذا عهد جيل قدم وما زال يقدم أروع الأمثلة للتضحية والفدامة لتطمئن مصر بأن لها رجالا يفرضون كلمتها في السماء وفي جوف الجبال لتعلو راية العلا في سبيل المن في جبال السماء لا تنقل الخطر من خزاة الخطار يا تحشر خطر يا نسور الحباب يا خزاة السماء يولكم للنيعين وانتصار وقلوب إنه الفده الجليل إنه السبه الوليد تسلك الجوة واسكون وارضعوا راية مصر ارضعوها للسماء للسماء اشتركوا في القناة